صفحة 257 إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكلين عن أبي الحسني صاحب العسكر يعني إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه قد يعبر عنه بهذا التعبير عن أبي الحسني صاحب العسكر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من حديثه الشريف إمامنا يقول كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض انخرقت لآصف فقط وليس لكل الكون وليس لكل الناس فانخرقت التعبير دقيق فانخرقت له الأرض فيما بينه هو بين آصف وبين سبأ وهو جالس في مجلس سليمان فتناول عرش بالقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين في سرعة هي أسرع من سرعة الضوء في أقل من طرفة عين أقرأ الكلام مرة أخرى هذا الكلام كلام دقيق ليس هناك من طي للأرض وليس هناك من قطع للفيض وليس هناك وليس هناك كما قال القائلون على اختلاف مشاربهم كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض انخرق الأرض هذا بعد في المادة مثل ما يسير عيسى على الماء عيسى يسير على الماء للماء انجمت وصار صلبا الماء بقي على حاله حتى أثناء سير عيسى ولا عيسى لما عبر النهر كان قد تبلل بالماء كيف حدث هذا لأن عيسى تواصل مع بعد من أبعاد المادة التي يستطيع أن يسير على الماء من دون أن يصبح الماء جامدا ومن دون أن يتبلل عيسى عملية عملية تواصل فيما بين عيسى لأن عيسى أيضا عنده من حروف الاسم الأعظم عنده حرفان بحسب أحاديث أهل البيت الرواية الرواية التي بين يدي وهي الرواية الثانية إمامنا الصادق يقول إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما وكل هذه الحروف ليست في المستوى الأعظم انتبهوا إلى التعبير عن الاسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم هناك الكثير من المراتب هذه من المراتب ليست الأعظم من المراتب العظيمة هناك مراتب عظيمة هناك مراتب أعظم وهناك المراتب الأعظم المراتب الأعظم لا يستطيع أحد من الأنبياء أن يدور في فلكها حتى يكون قادرا على امتلاك حرف منها اللهم إني أسألك في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها أعظم العظمة هم وشؤونهم اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة الحديث هنا ليس عن ذات الله فذات الله ليس فيها مراتب المراتب هي في خلق الله فأعظم المراتب هم لأننا إذا قلنا أن الذات الإلهية فيها مراتب هناك عظيم وأعظم صارت مركبة وهذا هو الشرك بعينه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها هناك المراتب العظيمة وهناك المراتب التي هي أعظم من العظيمة وهناك المراتب الأعظم ما عند الأنبياء من حروف الإسم الأعظم هي من تجلياته في المرتبة العظيمة أعود إلى ما قاله إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض ما هي بعملية طي هذا انخرق في المادة فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سدى مثل ما يسير عيسى على الماء هو لا يتبلل بالماء والماء لا ينجمد وإذا سار غيره فإنه سيقع في الماء لماذا؟ لأن عيسى يتواصل مع بعد في المادة هذا البعد الآخرون لا يتواصلون معه ليس عندهم من جهاز تواصل مع هذا البعد بالضبط مادة صلبة لا نستطيع أن ندخلها في القنينة لا نملك نارا لإذابتها هناك شخص يملك نارا لإذابتها لتحويلها إلى ماء بإمكانه أن يدخل المادة السائلة في تلك القنينة بينما حينما كانت مادة صلبة كانت ثلجا لا نستطيع أن ندخلها ليس عندنا من وسيلة للتواصل مع البعد الثاني للمادة وهو البعد السائل هناك بعد في المادة يتواصل معه عيسى لذلك يسير عيسى على الماء الذين يسيرون على الماء يتواصلون مع هذا البعد إنما جئت بعيسى مثالا القضية ليست منحصرة بعيسى المسيح عيسى المسيح جئت به مثالا فآصف هنا كما يقول إمامنا الهادي فانخرقت له الأرض فيما بينه هو الجالسون في المجلس لم تنخرق الأرض عنده هو انخرقت عنده هو عنده تواصل مع بعد من أبعاد المادة هذا البعد الذي يستطيع أن يسحب المواد أن يسحب بعضها من البعض الآخر بحيث يستطيع أن يسحب عرش بالقيس عبر كل هذه الأبعاد وعبر كل هذه الحواجز وعبر كل هذه المواد حينما انخرقت مادة الأرض فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبب فتناول عرش بالقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض بالنسبة له عادت المادة إلى طبيعتها إلى حالتها الأولى بعد أن تسلط عليها في ذلك البعد الذي انخرقت فيه الأرض ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين لم يشعر أحد بذلك لم يشعر أحد من الجالسين في المجلس بذلك قطعا سليمان يشعر بهذا سليمان صاحب صاحب ولاية تكوينية وكانت أعلى رتبة من ولاية آصف فآصف وصيه إلا أنه أراد أن يظهر قدرة وصيه أن يظهر قدرة وصيه للجالسين في مجلسه ولبلقيس القادمة كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت له الأرض في أقل من طرفة عين وهذا بحسب أحاديث أهل البيت لا يعد بشيء إذا أردنا القياسة مع ولايته لا يعد بشيء هو شيء عظيم إذا أردنا أن نقيسه بولايتنا التكوينية بولاية عفريت الجن الذي عرض خدماته على سليمان النبي مثل ما تحدثنا سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به إلى آخر ما قال في زيارات أهل البيت في أدعيتهم هناك إشارات خاطفة تشير إلى مستويات ولايتهم التكوينية قطعا بحسب المتلقي القضية لم تكن مذكورة في القرآن فقط في الروايات في الأحاديث في الأدعية في الزيارات على سبيل المثال هذا مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في الزيارة الرجبية وهي زيارة جامعة ووردتنا من الناحية المقدسة أيام السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه هكذا نقرأ في الزيارة في الزيارة الرجبية الجامعة وهي زيارة مجزة مختصرة أنا سائلكم الزائر يخاطبهم صلوات الله عليه عند زيارته للمشاهد الشريفة أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض المهيض المكسور الكسير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط المهيض قد يكون مهيضا بنحو مادي وقد يكون مهيضا بنحو معنوي إنها الحالات النفسية من الهموم والغموم بسبب ما يجري حول الإنسان وحتى المرض كذلك فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط هذه أمثلة النماذج للمجريات الكونية التي هي من شؤون تطبيقات ولايتهم التكوينية العام أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط وأما الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه العبارة تختصر المطلب وذل كل شيء لكم صلوات الله عليكم وذل كل شيء لكم هذه المضامين وذل كل شيء لكم هذا عنوان كلي أما هنا فهذه عنوان جزئية فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط التعبير الأعمق والأدق والذي يشتمل على مضمون الولاية الكونية والولاية التكوينية ما جاء في دعاء شهر رجل المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لا فرق بينك وبينها الدعاء هكذا يبدأ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك المأمونون على سرك ويستمر الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هم عباد وخلق خلقهم أن جعل الولاية التكوينية جزءا من ذواتهم مثل ما جعل الولاية التكوينية لي بحسب جزءا من ذاتي القضية ما هي بقضية دعاء ولا بقضية صلاة ركعتين ولا بقضية كرامة تمنح وقد تسلب الإمام مثل ما هو إمام مثل ما هو الحجة بن الحسن هو ولي له الولاية الكونية والولاية التكوينية وهذا المضمون هو في الآية الأخيرة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آصف عنده حرف واحد وعلي عنده كل الحروف هل هناك من وجه للمقايسة الولاية التكوينية لآصف نحن لا ندرك أسرارها فهل نستطيع أن ندرك أسرار ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه القرآن تحدث عن هذا المضمون في مستويات هي أعمق من هذا المستوى لكنني لا أملك وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء سأضرب لكم مثالا ما كان في نية أن أشير إليه فإنني أرى الوقت يجري سريعا إذا ذهبت بكم إلى سورة الكهف وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة هذه الآية وأمثالها تتحدث عن معنى أعمق وأدق عن ولاية علي الكونية والتكوينية هناك الولاية لله الحق هناك نهاية المطاف في الحقيقة أين هنا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة بحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الولاية هنا ولاية علي هكذا فسروا الآية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا التفسير موجود في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي سائري كتبنا الحديثية لا أجد وقتا لإخراج واستخراج هذه الروايات هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبة الولاية على إطلاق معانيها في كل مراتبها إنها الولاية الكونية والتكوينية وما وراء ذلك هناك الولاية لله الحق والحق في كل الكتاب الكريم عنوان لعلي صلوات الله وسلامه عليه من هنا جاء الوصف بالحق جاء الوصف لله بالحق وصفات الله وأسماء الله هم كما يقول صادقهم ورواية هنا أيضا لها مشال عندي لاستخراجها في كتاب التوحيد الإمام يقول نحن الأسماء الحسنة إي والله يا صادق العترة أنتم الأسماء الحسنة ومن غيركم هؤلاء مراجع النجف يلحدون في هذه الأسماء مثل ما نقرأ في سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الإمام الصادق يقول نحن الأسماء الحسنة وذر الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء بالضبط مراجع الشيعة في تفاسيرهم فإنهم يفسرون الأسماء الحسنة بهذه الألفاظ العلي العظيم الغفور الرحيم هذه الأسماء الحسنة ولكنها في عالم الألفاظ الأسماء يقولون فادعوه أنا أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة مع أنني تناولت هذه المطالبة بشكل واسع متسع في برامج السابقة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية الذي جاء في سورة الكهف هناك الولاية لمن؟ لله الحق الحق صفة لله اسم لله إنهم هم محمد وآل محمد ولذا الآية فسرت بولاية علي فإنها النهاية التي هي ما وراء الأشياء هناك هناك ما وراء الأشياء ما وراء التكوين هناك الولاية لله الحق إنها ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فصل